الشرارات التي اشتعلت في معسكر سيديتيمان الاسرائيلي لم تحجب التهديدات بشن عضوان على لبنان وعلى خط مواجهة هذه التهديدات تتواصل المساعد الدولية وقد أعرب وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن عن اعتقاده بأن نشوب حرب ليس أمرا حتميا فيما أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء رعاياها من لبنان أما في بيروت فشدد رئيس مجلس النواب نبي بره على أن المدخل الأساس للاستقرار ولتجنيب المنطقة اندلاع صراعا ليسلم منه أحد هو بالضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف العضوان المتواصل على غزة ولبنان أما ضمانة لبنان كما يؤكد الرئيس بره فهي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه في الداخل وفي الاختراب وكذلك التمسك بعنوين قوة لبنان وبحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه هذه الحقوق شدد عليها أيضا رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي بقوله إن التهديدات الإسرائيلية المستجدة للبنان والتهويل بحرب شاملة لن تثني اللبنانيين عن التمسك بالدفاع عن أرضهم بكل الوسائل مشيرا لأنه تم إبلاغ هذا الموقف إلى جميع أصدقاء لبنان أما عدو لبنان الكيان المحتل فقد قفز فيه إلى الواجهة ما حصل في معتقل سداء التيمان في صحراء النقب والذي وصف بجوانتنامو المعتقل كان نقطة تنفجار فوضى غير مسبوقة في تاريخ الكيان العبري وذلك بعدما انفضحت الجرائم التي يرتكبها السجنون بحق الأسرى الفلسطينيين الذين استشهد بعضهم تحت التعذيب هذه الفضيحة قادت العدو إلى فضيحة أكبر وأخطر مع اقتحام متطرفين برعاية وزارة وأعضاء في الكنيسة للمعسكر دفاعا عن الجنود الموقفين على ذمة التحقيق هذا المشهد دفع وسائل الأعلام الإسرائيلية إلى التحذير من بداية نهاية الدولة العبرية إذ نضح بانقسام غير مسبوك وصراع بين الجيش والشرطة وقد انفجر هذا المقسام مشدات عنيفة بين الوزراء في جنسة الحكومة الأسبوعية وانعكاسا لهذا الصراع طالب وزير الحرب يواف غالنت رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بفتح تحقيق بشأن تدخل وزير الأمن إتمار بن غفير الذي تقع المعتقلات تحت سلطته لتأخير وصول الشرطة إلى قاعدتين سيديتيمان وبيتليد في المقابل قال بن غفير أن غالنت يجب أن يطهر الآن وأنه يجب إجراء تغيير جذري في قمة الجيش الإسرائيلي من جانبه قال زعيم المعارضة يائر لابيد أن نتنياهو غائب بعد اقتحام ميليشيات من الملثمين قواعد عسكرية معتبرا أن المزراء والنواب في حكومته جزء من محاولة انقلاب أما زعيم حزب العمل يائر جولان فطالب بالتحقيق في تورط قادة بالشرطة وأعضاء بالكنيسة ومزراء في محاولة الانقلاب صحيح أنه تم احتواء موصف بحالة التمرد لكن الجمرة لا يزال تحت الرماد وربما تكون البوادر في المواجهات المحتملة أثناء جلسة تمديد توقيف الجنود العشر المتورطين في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر